تلاتة دعاية الإلحاد الوجه الآخر لداعش فجأة في برامج كتيرة جدا الملحدين بدأوا يظهروا ويتكلموا بكل قوة واللي يطلع فيهم ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر وجود الأنبياء أو ينكر وجود الكتب السماوية أو يقول إن القرآن الكريم قابل للتعديل أو أنا ممكن أعدل فيه وراجعه من جديد كل هذا الكلام الفارغ الإلحادي للأسف بقى ينتشر على الفضائيات قطعا البرامج عايزة مشاهدة قطعا الفضائيات عايزة إعلانات لكن هذا الأمر هو الوجه الآخر لداعش اللي بيغزي داعش ومنظومة داعش كل التطرف الديني في المنطقة والعالم هو مثل هؤلاء لا شك إن في دعم خارجي وفي مؤامرة خارجية لتكريث داعش وأخوتها إنما كمان إحنا بنقول مؤامرة لما نعرض الفكر الإلحادي حتى بالهجوم عليه وحد يقول لك أنا بعرضه وبجيب حد قبال يرد عليه هذا تطبيع مع فكرة الإلحاد هذا يؤدي إن فكرة الإلحاد تصبح طبيعية للنقاش ينبغي ألا تكون فكرة طبيعية ولا ينبغي التطبيع مع فكرة الإلحاد وينبغي منع الملحدين من الظهور على أي فضائية أو الكتابة في أي صحيفة أو إجراء أي حوار معهم ده مجاله المختصين الأقلية المختصة جدا جدا في الفلسفة والأقلية المختصة جدا جدا في العقيدة دول ممكن يتناقشوا في أروقة داخلية وينقشوا هذا الموضوع إنما لما يكون على الشاشات الملحدين حتى لو جبنا ناس ترد عليهم ده تطبيع للإلحاد ده نشر للإلحاد ده بيخل أجالي جديدة تحس إن ده الرأي والرأي الآخر عادي ممكن تكون ملحد وممكن تكون مؤمن لا لا ينبغي أن يترك خيار فلسافي أو فكري إن أنت حر تكون ملحد أو ما تكونش ملحد عبر برامج التلفزيون لابد إن الكل يلتزم بقواعد الإيمان واحترام الأديان السماوية واحترام الدين الإسلامي وعرض هؤلاء الملحدين في وسائل الإعلام هو الوجه الآخر لداعش وينبغي إسقاط الاثنين معا التطرف الديني مثل التطرف الفلسفي بالأفكار الإلحادية التطرف والإلحاد وجهان لعملة قزرة واحدة